ويا بريس يحبون التحقيق حزى في نفسي أن الشباب أقصي بإقصاء ممنهج فكان السيد المال هو سيد الموقف الشباب اليوم تقصوا وقزموا التنظيمات فين الخطابات التي كانوا يروجوها لنا فين الشعارات الرنانة التي كانوا يروجوها على مستوى الإعلام وعلى مستوى في الشارع العام ساكنة مدينة فاس كانت الطالب فقط بوجه جديدة بالشباب لأنه يكون ولد الحي فكيف يعقل أنه غايب خمس سنين ويجي ويشري ديسكية شكتنتظر منه شكتنتظر منه شكتنتظر منه فوق الطاويلة وتحت الطاويلة ويؤد عنها وكيعمر اللوائح باب العائلات شكتنتظر منه واحد غيد ببرلك الشأن المحلي كيف يعقل هالتنظيمات الأحزاب السياسية اللي اليوم عوض أنها ما تقوم بوحد عملية تكوين المواكبة دي المناظر ومناظرات ديالها وتقوم بوحد عملية دي التكوين وتأطير كيفاش تكون انت منتخب شنو الدور ديال الناخب شنو الدور ديال كده كيفاش تتعب عملية ديال باش تواصل مع السكينة كيفاش انت الدور ديالك تقومه كمستشار وله يكن قبطو كان عمرو ذاك اللوائح كنزيدو الطن على بلا كنزيدو فساد على كساد كيفاش بغيتين بغيتين نرفعهم الشأ المحل اللي دي مدينتنا وإحنا عنا منتخبين أميين قاريين هاللي كي بيع مع احترامات اللي بمولدك الناس اللي كي بيع القرطيطة اللي تي بيع نعنا اللي تي بيع كده ولكن ما غايقدر شيدبر يا الشأ المحلي الشأ المحلي خصى أوطر خصى كفاءات خصى ناس اللي يعرفو يناقشوا وضع ديالهم اللي تيكونوا دائما قرابين للناس السكين والترافع ديالها هاد الناس اللي كنشوفو احنا يا الشباب اللي هو خزان طاقة إبداعية متجددة خيطة بسيدنا راه كان واضح وكان هو المرجع الاساسي على قال ان انتخابات ما شيغة بل هي وسيلة كتحقق واحد جزء من الديمقراطية وكأظن ان الديمقراطية احيانا تكون ظالمة هنا الحزاب ضلمات 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 الشباب كتقولوا تشبيب الشاب عندهم بالنسبة لهم وانه يجي ويفرق الوراق الشاب انا كنضلمة خسكش تمشي تفرق الوراق جللت الملك كان صارم في هذه المسألة وقال لكم صوتهم ما تصوتوا شعر المفسدين يمنك الصوت على واحد مفسد شاري زكية بخمسمائة مليون ستسين مليون مئة مليون فوق الطاويلة وتحت طاويلة وغيمول واش تنتظروا انه يخدمك لا غادي يمشي يسرقك باش يحمي المصالح ديالو باش يحمي يزيد ينهب يزيد يشفر لان المدينة عيات من الفساد عيات من الكساد الى مات سيستمر وضع مدينة فاس انا كدرني خاطر مني كنشوف شباب مساكن مقهورين ما قدرش تيقولوا كيف احنا كنستمر كيف احنا كننضل وفي التالي في الاخير يضعون ترشيح نضالي ترشيح نضالي بغيت يدير هو بغيت يدير قيادات الفاسدة المنسيقي الامناء وليمشي ترشيح نضالي لانها كافة دوسي واحد جريبة خمس سنين خصك تعطي تجريبة للناس للشباب تكونوا وتأطروا هذا الدور ديالك هذا الدور للأحزاب تكونوا وتأطروا وتقرى وتدير لكي تنتج واحد الخلف واحد القائد اللي غيقدر يترافع لك على الشأن المحلي فأكد أنا رسالتي قوية وبغيت توصل لكل الأحزاب وبغيت توصل لجلالة المالك أن هذي الناس الأحزاب كيتحكو علينا ببرامج برامج السحي من نفسي بشي نقول هذي برامج أحزاب ماذا الكوادر السياسية صحاب المال الوافير هو اللي كيتحكم زمام الأمور لكن التغيير ره ما كانش تغيير سيدنا فكن طلب كل مطالب ديالي كل ساكنة مدينة فاس أنها تكون واعية بهذا الرهان الحقيقي اللي كتعرف بلادنا وبغيناكم تصوتوا وتحبروا بالتعبير ديالكم في صنادق الاقتراح ما تقوليش نقاطع انتخابات بل عبر عن صندوق اقتراح صير ديرها ملغات إلى مقتنع تشيئ حذب ديرها ملغات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته